تعقيبا على ما جاء في حلقتنا بالأمس واللي كنا بنناقش فيها ملف حقوق الإنسان في مصر وكيف تعامل البرلمان المصري مع قضايا حقوق الإنسان وكنا نتحدث عن بعض القوانين التي صدرت عن هذا البرلمان أو التي تم التقدم بها لإجراء بعض الإصلاحات عليه الحقيقة تلقيت اتصال عزيز من معالي المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواد كان له بعض التعقيبات على ما جاء في الحلقة تفضل مشكورا بإرسالها لي بس خلينا أقول لحضراتكم ملخص ما قاله لي المستشار عمر مروان فيما يتعلق بقانون التظاهر طبعا حضراتكم عارفين أن كان في مجموعة من المواد تم التحفظ عليها بشكل واضح في هذا القانون هذه المواد التي تم التحفظ عليها تم إرسالها إلى المحكمة الدستورية العليا والتي قضت بمادة معينة بعدم الدستورية وأكد لي المستشار عمر مروان أنه تم الاستجابة إلى حكم المحكمة الدستورية فيما يتعلق بهذا النص تحديدا وهارد على حضراتكم النصين قبل حكم المحكمة الدستورية والتعديل الذي طرأ على المادة بعد حكم المحكمة الدستورية ما قاله لي المستشار عمر مروان أيضا أن كان البعض يتأذى بشكل كبير في هذا القانون من مسألة أنه لابد من حصول أجهزة الأمن الموسلة في الداخلية المصرية بالموافقة على قيام من يريد التظاهر أو الوقفة الاحتجاجية بالموافقة على طلبه المستشار عمر مروان قال لي وفقا لهذا التعديل المظاهرة تكون بالاختار فقط بمعنى أن من يريد التظاهر يحيط جهات الأمن الموسلة في وزارة الداخلية باختار أنه سيتظاهر مسألة قبول الداخلية للأمر أو عدم قبوله ليست شرطا أساسيا طالما أنه اخترها بأنه سيقوم بمظاهرة النص الذي طرأ أيضا على هذا التعديل أنه كان في حالة استشعار وزارة الداخلية وفقا له المادة 10 في قانون التظاهر بأن هناك ما يهدد الأمن والسلم العام من قيام هذه المظاهرة كانت تقوم بإخبار أو إختار الجهة الرغبة في تنظيم التظاهر بأن المظاهرة تعمل مشاكل وبالتالي بلاش خالص أن نعملها التعديل اللي طرأ على المادة بيقول أن يتم رافع دعوة إلى القاضي ويحكم القاضي في هذا الأمر ويتم إخبار أو إبلاغ المنظمين لهذه التظاهر بحكم القاضي وبالتالي ستكون هنا جلسة قضائية يحكم فيها القاضي ويقدم أسباب مسببة أو رفض مسبب لعدم قيام التظاهر وهذا يعني أن سلطة الداخلية في وقف هذه المظاهرات أو منعها أصبحت مش مطلقة لأن في النهاية الداخلية بتعرض على القاضي في جلسة طريقة هذا الأمر إذا ما اقتنع القاضي بحجة الداخلية تمنع المظاهرة إذا لم يقتنع القاضي بيتم سمرار إنعقاد أو تنظيم هذه المظاهرة كان له تعقيب آخر يتعلق بقانون الجمعيات الأهلية لأن احنا مبارح قلنا أن فيه شروط بتحكم مسألة الجمعيات الأهلية تأسيس جمعية أهلية في الداخل أو في الخارج قال لي أنتوا كان عندوكم خلط كبير في الشروط المتعلقة بالجمعيات المحلية والشروط المتعلقة بالمنظمات الأجنبية الجمعيات المحلية أي إذا ما توفرت الشروط في من يريد تأسيس جمعية يقوم بالاختار وبالتالي تتفتح الجمعية بعد استفاء الشروط اللازم أما المنظمات الأجنبية التي تريد أن تؤسس لها فروع أو جمعيات في مصر هي التي تخضع لمجموعة من الضوابط التي يتم فيها رجوع إلى اللجنة التنسيقية الأمنية التي تبدي موافقة إذا ما كان هذا سيتوافق مع اعتبارات الأمن القومي أو لا وفي كل الأحوال لازم يتم الكشف عن مصادر التمويل ومصادر الصرف أنا حبيت أنقل لحضركه عشان أبقى أمينة تعقيب معالي المستشار وأعتقد أنه هو أوضح نقاط الحقيقة كان ناس كتيرة جدا مشواخدة بالها منها خاصة فيما يتعلق بمسألة أن التظاهر أصبح بالإختار وليس بالموافقة من جهات الأمن وأن لا يحق للداخلية إلغاء المظاهرة إلا بعد عقد جلسة يكون فيها حكم من قاضي بهذا الأمن ويكون الحكم مسببا